شنزي أبي ولشعب اليابان على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم وما بزل من جهد في إطار الإعداد للقمة السابعة لمؤتمر توكيو الدولي للتنمية في إفريقيا التيكاد الذي تبدأ عمله اليوم في يوكوهاما تلك المدينة اليابانية التي طالما كانت إحدى بوابات اليابان للانفتاح والتفاعل مع العالم الخارجي وود كذلك أن أتقدم بالشكر للشركاء المنظمين على الإعداد الموضوعي المتميز لهذه القمة وما يبزلونه من جهد مستمر ودعوب لتوطيد الشراكة بين إفريقيا واليابان السيدات والسادة إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث اليوم أمام هذا المحفل الذي يجمع إفريقيا مع أحد أقدم شركائها الاستراتيجيين والذي يرتكز على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بهدف دفع جهود التنمية في دول القارة الإفريقية منذ إطلاقه عام 1993 ويمكني اليوم تأكيد أن شراكتنا في إطار التيكاد حققت قدرا كبيرا من الإنجازات وتفعالت بالإيجاب مع المعطيات الدولية والإقليمية إنني أحدثكم اليوم واعيا لحجم التحديات التي لا تزال تواجه دولنا وتؤثر على شراكتنا في ظل مناخ دولي تكتاحه موجات الحماية الاقتصادية والتجارية فضلا عن التوقعات المتشائمة بتراجع النمو العالمي وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب وتفاقم تداعيات ظاهرة تغير المناخ وما يعصف بالعالم من نزعات التطرف وموجات الإرهاب بما يفاقم من التحديات التي تواجه الدولة الوطنية في وقت تتزاير فيه تطلعات الشعوب وتغلب عليه نظرة الموارد وسوء التوزيع حيث تحتم علينا تلك الظروف والتحديات تعزيز تعاوننا على مختلف الأصعادة التنموية السيدات والسادة نكتمع اليوم تحت شعار النهود بتنمية إفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار وهو عنوان غني بالمعاني ويمهد الطريق للمزيد من التعاون فيما بيننا إذن نقل التكنولوجيا ودعم برامج وخطة تطوير قدرات إفريقيا وتزويد مواردها البشرية وتنميتها بأدوات العصر يتصق مع رؤيتنا لتكامل قارتنا والتي تعدي بالفعل خطوات أساسية لتحقيق أهداف أجندتنا التنموية 2063 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 واتصالا بما سبق فإنني أدعوكم إلى تكثيف تعاوننا العلمي والتنموي للاستفادة من قدرات القارة الإفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة بما يسلم في تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المناخ وإذ تلتزم إفريقيا بالعمل على حماية كوكبنا وفقا لاتفاق باريس للمناخ فإنها تدعو دول العالم المتقدم إلى الاتزام بتعهداتها لا سيما وأن هذه الدول هي الأكثر تأثيرا على مناخ الأرض والأكثر استفادة من مواردها وفي إطار الأولوية التي توليها قمة التيكاد السابعة لدور القطاع الخاص فإنني أتوجه باسم إفريقيا بدعوة لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات العالم الدولية متعددة الجنسيات للاتثمار في قارتنا فأسواق إفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مهيئة وأيادين ممدودة للتعاون وأراضينا غنية بالفرص والثروات وعزمنا على بناء مستقبل قارتنا في شتى المجالات لا يلين وأطالب مؤسسات التمويل الدولية والقرية والإقليمية بأن تطلع بدورها في تمويل التنمية بإفريقيا وتوفير الضمانات المالية لبناء قدرات القارة بما يسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار وأذكرهم دوما أن لكل قارة خصائصها ولكل دولة خصوصياتها وظروفها ولقد أنا الأوان بأن تقدم مؤسسات التمويل الدولية أفضل شروط لتمويل جهود التنمية في إفريقيا واتساقاً مع ما تقدم أود الإشارة إلى ثلاثة محاور يجب التركيز عليها للإسرائي بتحويل أفريقيا للشريك الاقتصادي الذي ننشده جميعاً أولها تطوير البنية التحتية الإفريقية من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود لا سيما المشروعات المدرجة ضمن أوليات الاتحاد الإفريقي كمشروع ربط القاهرة برياً بكيب تاون ومشروع ربط الكهرباء بين الشمال والجنوب وربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوريا ومشروعات السكك الحديدية والطرق ومشروعات توليد الطاقة المتجددة وثاني هذه المحاور يتصل بتفعيل جميع المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع ويزيد من تنافسية القارة الإفريقية على المستوى العالمي ومن جاذبية الاستثمارات لتصنيع وتحديث اقتصاديات القارة ويتمثل المحور الثالث في أولوية السعي لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف لا سيما بالنسبة للشباب وهو الأمر الذي يتطلب حجر الاستثمارات الوطنية والدولية وجاذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا ولقد أتى عنوان القمة ليعطي بعدا جديدا للتفاعل بين الاتحاد الإفريقي واليابان يرتكز على مبادئ تنمية العنصر البشري الإفريقي من خلال تشجيع الكوادر الإفريقية الشابة على الابتكار لخدمة أوطانها وشعوبها السيدات والسادة انطلاقا من الترابط القائم بين تحقيق التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار فإننا نقدر دعم التكاد لخطتنا الطموحة لإسكاة البنادق في كل أرجاء إفريقيا بحلول عام 2020 غير أنه لا يخفى عليكم أن الطريق أمامنا لا يزال طويلا لطي تلك الصفحة الأليمة من تاريخ النزاعات التي قودت آمال التنمية وهي أدبيئة خصبة لانتشار آفة التطرف والإرهاب من هنا فإنني أؤكد الحاجة الماسة لدعم سياسة الاتحاد الإفريقي الإطارية لأعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات ومركز الاتحاد الإفريقي لأعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات والذي يعمل على تحسين الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس وبناء قدرات مؤسسات الدولة لتطلع بمهامها في حماية أوطانها ترصيخا للاستقرار والسلام السيدات والسادة اسمحوا لي أن أعيد عليكم ما ذكرته حينما توليت مسؤولية رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام الجاري من أن الشراك مع إفريقيا فرصة حقيقية لتحقيق المكاسب المشتركة واستثمار رابح اقتصاديا وأمنيا وتنمويا إن إفريقيا ويتحرص على تعزيز تكاملها تبقى منفتحة على العالم وسنسعى لتعميق التعاون مع شركاء القارة الحاليين لاعتماد خطط تنفيذية قابلة للتفعيل وتعود على شعوب القارة بنتائج ملموسة وفي الختام وأكد تطلع لخروج كمتنا بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق من أجل دفع عجلة التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الإفريقي خاصة في ظل تطلع شعوبنا لما ستسفر عنه أعمال هذه القمة فالهدف المنشود يكمن في ترجمة القرارات والتوصيات التي ستصدر عن القمة إلى خطوات عملية محددة تضمن مواصلة الإنجازات التي حققتها علاقات التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الإفريقي على مدار العقود الماضية واستكمال مسيراتنا لتحقيق المصالح المشتركة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته